سلسلة طويلة من الأزمات يعيشها العراق واستصراع متواصل على السلطة والنفوذ وصل إلى قطاع التعليم ليزيد من المشاكل التي يعانيها هذا القطاع المتداعي ما ينذر بمستقبل أكثر هشاشة نقيب الأكاديميين العراقيين مهند الهلال قال إن أكثر من خمسين ألف شهادة غير رصينة ستدخل العراق وبشكل قانوني بسبب ما سماها دكاكين الخارج التي تعطي شهادات عليا لكل من هب ودب وبدون أي جهد مؤكدا أن ظاهرة الشهادات التي لا قيمة لها باتت تغز الجامعات العراقية مقابل مبالغ مالية تعطى حتى لكتابة الرسائل العلمية وأضاف الهلال أن نقابته رصدت في إحدى الجامعات العراقية تحول مائة وخمسين موظفا إلى تدريسيين بشهادات تصدر من جامعات لا قيمة لها هي أقرب إلى الدكاكين في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة التجهيل وتحويل التعليم إلى تجارة حيث يسيطر السياسيون على 98% من مؤسسات التعليم الأهلي خصوصا الجامعات التي تحولت إلى معول لهدم العملية التعليمية لأجيال قادمة بسبب مستوى التعليم المتدني وتولي تدريسيين مواد بعيدة عن تخصصاتهم وبيّن أن غياب التخطيط والمحسوبية أسهمت في تراجع التعليم مشيرا في هذا الصدد إلى حصول نجل أحد وزراء التعليم العالي السابقين على شهادة الدكتورة دون المرور بالماجستير ما يؤشر لظاهرة الاستثناءات التي تمثل مشكلة كبيرة يعاني منها التعليم العراقي ناهيك عن استمرار ظاهرة نزيف العقول عبر رفض نحو 60% من المبتعثين العودة إلى البلاد إهمان الدور الحيوي للتعليم في العراق أدى إلى تدهور في جميع المجالات وتسبب بتصدر الكثير من الجهلة للمشهد السياسي وإدارتهم لمؤسسات مهمة وحساسة في الدولة وبالتالي تحول نظام التعليم إلى مشكلة عميقة بدلا من أن يسهم في إخراج البلد من المستنقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه